دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وبحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر تسعة مشاريع تنموية في المنطقة بتكلفة تبلغ أكثر من 317 مليون ريال وأكد سمو أمير المنطقة أن منظومة خدمات الطرق البرية وخدمات مطار حائل الدولي ومحطة القطار تهيئ السبل لتحقيق معدلات أعلى اقتصاديا للمنطقة والوطن وبدعم من قيادة الرشيدة حافظها الله كما دشن سموه مشروع الأعمال المتبقية للطرق الزراعية بمنطقة حائل والتي تضم طريق سر الهويدي وطريق سر المعترضة كما تضم أعمال الطرق الزراعية إنجاز وصلة طريق الحويط بطول 1.9 كم وطريق بدع جني أسليمي واستكمال طريق الدابية الخفيج ووصلة إشبرية الحمراء بطول 1.3 كم حائل حضيت في الفترة اللي فاتت حقيقة على مشاريع هام ما هو أعتقد أصيله في مفهوم النقل العام بشكل عام كما حضيت باقي مناطق المملكة الحمد لله على هذا الدعم الهائل من هذه الدولة المباركة اليوم تكتمل هذه التدشينات وإن شاء الله كذلك نتطلع في المستقبل أن تكون كذلك مراسم احتفال أخرى تسعد بها المنطقة وعبر معالي وزير النقل أن إنجاز هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية في المنطقة يأتي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لتعزيز الترابط بين كافة مناطق المملكة ومواصلة ريادة المملكة عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق منظومة النقل عموما بالمنطقة لديها بنية تحتية جيدة وطرح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد تضمن طموحات كبيرة على مستوى المملكة لتحويل المملكة إلى مركز لوجست عالمي والاستثمار بالبنية التحتية والترابط بين أنماط النقل المختلفة وسيكون لهذه المنطقة بإذن الله كغيرها نصيب من هذه المشاريع تعمل وزارة النقل على إنجاز كافة المشاريع بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى معايير الجودة في الطرق والسلامة في كافة شبكات الطرق بالمملكة وتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين للإخبارية سلطان الشعيب حائل